فالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يعرفنا بأسمائنا وأسماء آبائنا وأمهاتنا ولا نعتقد بأنه هو الله لأنه هو عبد من عبيد الله يتخذ علمه من علي بن أبي طارب وعلي من رسول الله ورسول الله من الله جل وعلى قاعدة لا شك في ذلك ولا ريب بالنسبة إلى علم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه فالسنة مولانا البعض يعتقد على أنه مولود وموجود الإمام مولود وموجود وهو ابن الإمام العسكري عليه السلام وولد فيه سامراء على معتقد السنة العقيدة الثانية للسنة يقول لك لا مولانا هو صحيح من بني فاطمة صحيح ابن الحسن أو ابن الحسين على رأي أو من بني العباس بشكل عام لكن هذا الرجل المصلح لم يولد بعده بعد ما جاي راح يولد قبل الظهور قبل الإصلاح بسنوات هاي سنوات هاي سنوات هاي سنوات هاي قد مولانا ثلاثين سنة أو أربعين سنة راح تطرق لها بالحلقات الجاية إن شاء الله زين أنه مولود وموجود الرأي الأول الرأي الثاني لا لم يولد بعد بعد ما جاي للدنيا راح يولد قبل الإصلاح بسنوات هاي بالنسبة إلى السنة نجي إلى الشيعة معتقد الشيعة بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشيعة طبعا مو الشيعة الاثنى عشرية احنا عندنا شيعة أنواع أكثر من 13 فرقة وأكو مكان 16 فرقة للشيعة يعني فرق كثيرة زين عندك الكيسانية شيعة راح أذكرها بالحلقة الجاية إن شاء الله أشرحها الكيسانية شيعة الزيدية بترية واقفية واذا أقول لنا إسماعيلية فطحية بعد بورية هذول البورية أخوة 21 إمام عدهم مولانا من يمدبرينهم 21 إمام بورية أو عدنا بعد جارودية مجموعة من الشيعة عدنا مولانا ومن جملة الشيعة الشيعة الاثنى عشرية الشيعة الجعفرية الإمامية أئمتهم اثنى عشر أولهم الإمام علي بن أبي طالب وأخرهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر